أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثنا في هذه الحلقة رح تكون شيء خاص وشيء خاص على قلبي وعزيز جدا علي أنا شخصيا رح نتكلم عن نور من سوريا والغرض من هذه الحلقة هو عبارة عن سلسلة رحلات وصفرات قمت فيها لسوريا وهناك طبعا رغم الحرب رغم العنف رغم الضمار كمان منشوف صورة تانية منشوف أنه الله له الكلمة الأخيرة الله متصلت في ممالك الناس والله فعلا له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر وأنه الله يحول كل الأمور المرة وكل الأمور اللي فيها شر وفيها مأساة فيها معاناة فيها خطر بحولها للخير بحولها للبركة وبحولها أيضا للنور نور من سوريا ما زال نور المسيح يشرق حتى يومنا هذا وهذا البلد الحبيب ما زال في مخطط وفي برنامج الله وأنا متأكد أنه الله رح يباركك من خلال هذه الحلقة هذه الحلقة كنت في رحلة أخيرة لمنطقة كانت كتير صعبة شفت ضمار في عدة مناطق في سوريا سواء حتى في الشام في حمص طبعا في حلب ومناطق أخرى لكن الصفرة الأخيرة كنت في منطقة كوباني كنت في تل الأبيض في منطقة عين عيسى وطبعا وصلنا للرقة اللي هي كانت عاصمة الدولة الإسلامية داعش وشفت هناك الضمار والخراب وشفت أمور يعني صعب حتى ذكرها من خلال هذه الحلقة من ناحية تانية شفنا نور المسيح شفنا بركة المسيح شفنا نعمة الرب كيف أنه بساعدنا من خلال كل الظروف حتى من البداية سواء من الذهاب لسوريا من خلال الفيزا اللي أعطي تقليه من خلال البركات في كل مكان كتبة سافر أحس بإيد الرب وحماية الرب ونعمة الرب كانت علي وعلى كل الفريق اللي كنا نعمل طبعا بروح الفريق الواحد أنا بدعوكم أن نشاهد هذه الحلقة الخاصة وأنا متأكد رح تكون بركة لحياتكم